طيب دكتورة يعني خبرينا الآن في حال أنه بالفعل الأهل قرروا أنه يقحموا أبنائهم في هذا المجال خبرينا شو الخطوات اللابد أنه الأهل يتبعوها لتعليم أبنائهم اللغة الثانية يعني أنا أؤيد الأخذ بالرأي الأول اللي هو المؤيدين لتعليم الطفل اللغة الثانية وفي عمر مبكر فنحن لابد أن نسمع الطفل هذه الطفل اللغة الثانية من عمر ثلاث سنوات نبدأ بفتح البرامج التعليمية المختلفة لهذا الطفل بحيث وهو يلعب يستمع والاستماع والذاكرة عنده تخزن هذه المعلومات وإن كان حتى أحيانا لا يعبر عنها ولكنه يحتفظ بها فبالتالي أنا أستطيع أن أبدأ معه مبكرا بفتح البرامج التعليمية المختلفة لهذا الطفل التي تؤدي إلى تطوير في لغة الطفل في الحقيقة أني أنا أيضا أجعل الطفل يشاهد البرامج التعليمية بلغة الأم أيضا ولكن أخصص وقت أيضا لسماع اللغة الأجنبية يأرغب أنا في التخطيص إلى أن هذا الطفل يتقنها أو يتعلهمها بعد ذلك لابد أني أعمل على تنظيم وقت الطفل خاصة عندما يكبر بحيث أخصص وقت دائما لتعليم الطفل هذه اللغة بمعنى عندما يعود الطفل من المدرسة سواء كان في الروضة أو في السنوات الصفوف الثلاثة الأولى من المدرسة أنا أراجع مع الطفل دروسه لأننا اتفقنا أنه السنوات الأولى يحتاج إلى مساعدة وإشراف وتوجيه ولكن أيضا أخصص دائما يوميا وقت محدد لهذا الطفل بحيث أنه يراجع هذه اللغة هلأ هاي الفائدة أن هذا الطفل عندما يكبر يتعود أنه عندي وقت معين لابد أني أدرس لغة الأم واللغة الأجنبية التي علي أني أنا أتعلمها أيضا من المفيد جدا أني أقدم هذه اللغة للطفل خاصة الأطفال الصغار بأشكال تعليمية محببة لهم بلواسطة اللعب أستطيع أن أعلمهم وأنا ألعب أجيب مفردات أحيانا الوسائل التعليمية أصبحت على شكل ألعاب أستطيع أني أستعين فيها أفتح أنشودة أو غنية يستمتع الطفل بحفظة خاصة أن تكون بسيطة في البداية أقرأ مع الطفل قصة معينة بهذه اللغة التي أرغب بأن يتعلمها أخيرا لابد أن يركز على دور الأقران بمعنى طفلي سواء كان خمس سنين، سبع سنين، عشر سنين أدفعوا للعب مع الأطفال المتقنين لهذه اللغة التي أرغب بأن يتعلمها أثبتت أبحاث عديدة أنه أفضل معلم للطفل هو أقرانه فهو يأخذ اللغة منهم وبشكل محبب وهو عاب يلعب، هو عاب يأخذ اللغة منهم بشكل إيجابي لابد أن أؤكد على تعزيز الطفل كلما تعلم، لو محتوى بسيط أعززه أحاول أن أشاركه، أحاول أن أجعله يمارس هذه اللغة بمعنى بالمطبخ، ما اسمها باللغة الثانية التي أرغب للكأس أسأله لحيث أدفعه إلى ممارستها أحيانا هذه الممارسة تجعله يستمر في تعلم اللغة وتشجعه أبتعد تماما عن نقده ومقارنته بأطفال آخرين أخذوا اللغة بوقت أقصر منه لأن كل طفل له فروق فردية في طفل يستطيع إتقان اللغة في سنة في طفل يحتاج إتقانها إلى سنتين أجعل كل طفل وعامل كل طفل بحسب الفروق الفردية الموجودة تذكرت الوسائل جميلة ممكن تفيد الأهل على تعلم لغة ثانية لأطفالهم ترجمة نانسي قنقر